بعد احتلال البدة القديمة التي تضم الحرم القدسي اتخذت إسرائيل سلسلة إجراءات تهدف إلى طمأنة العالم بأنها ستحافظ على الوضع القائم منها عدم رفع العلم الإسرائيلي على الحرم وعدم تطبيق القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى كما اتفقت مع الأردن على مواصلة دائرة الأقاف الإسلامية التابعة للأردن إشرافها على الحرم فيما رابطت الشوطة الإسرائيلية عند مداخل المسجد الأقصى وأصدر كبير الحقمات اليهود وقتها أمراً بعدم جواز دخول اليهود لساحات الحرم الذي يطلق عليه اليهود جبل الهيكل سمح لغير المسلمين بالدخول إلى ساحات المسجد كزوار لكن حضر على غير المسلمين أداء الصلوات أو حمل الكتب الدينية أو القيام بحركات جسدية تدل على الصلاة ظل هذا الوضع قائماً في المسجد الأقصى طيلة سنوات السبعينيات والثمانينيات وفي عام 1994 وقع الأردن وإسرائيل اتفاقية السلام التي أقرت فيها إسرائيل بالوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس وفي عام 2013 وقع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتفاقاً مع العاهل الأردني عبدالله الثاني يفوضه فيها الدفاع عن الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس في الأعوام الأخيرة سمحت إسرائيل لمجموعات يهودية بدخول المسجد الأقصى للزيارة بمرافقة الشرطة لكنها تحضر أداء الصلوات على اليهود ارتفعت الأصوات في إسرائيل ومنها أعضاء في الحكومة تطالب بالسماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي لكن الحكومة الإسرائيلية ما فتأت تشدد على أنه لا تغير في الوضع القائم في ساحات الحرم القدسي